السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض على الدرس الرابع في الباب التالت كيميا تانية سنة الدرس من الدروس اللي احنا قلنا عليها سهلة جدا وتفهب معنى الكلمة فاش اي حاجة خدنا فيها اللي هو رابطة الهايدروجينية والرابطة الفليزية تعال نحل مع بعض الرابطة التي تتكون بين جزيئات الماء وبعضها هي رابطة طبعا هيدروجينية طول الرابطة الهايدروجينية لازم تكون اكبر من طول الرابطة التساهمية عشان هي كده اضعف منها لان كل ما تزيد طول الرابطة كل ما ايه متقل القوة بتاعته يلعب عدد الكترونات التكافي في زرة الفليزية الدور هام بتحديد قوة الرابطة مين طبعا الفليزية مشكلة يا شباب طبعا قلنا مش هنحل الاسئلة الاختيارات فقط علشان هي دي اللي هتيجي في الامتحان بعد كده بنمسك اللي هي الاسئلة المهمة بتاعتنا تنشئ رابطة هيدروجينية بين جميع الجزيئات الاتية عادة مين طبعا عادة طبعا الاتش سي ال ليه لان الاتش اف هيعمل الان اش سري هيعمل الاشتو او هيعمل مع عدد اتش سي اللي ده الوحيد اللي هو مش هيعمل رابطة هيدروجينية توجد روابط النقط في عينة من المية عينة مية المية فيها روابط تساهمية وروابط هيدروجينية يبقى تساهمية وهيدروجينية لان ما بين الاو والاتش دي رابطة تساهمية وبين جزيئات المية وبعضها روابط هيدروجينية فيبقى تساهمية وهيدروجينية الروابط الهيدروجينية تكون اقوى ما يمكن بين جزيئات مين طبعا بين الجزيئات الاعلى في السالبية القهربية كلما تزيد السالبية القهربية كلما تزيد الرابط الهيدروجينية البي ار ولا الاف ولا السي ال ولا الاي. لو جنرات تبنى ما لايه ان الاف بعدها سي ال بعدها بي ار بعدها اي. مين اعلى في السليبية الكهربية? الاف. يبقى ناخد الاتش اف. يبقى ناخد على طول مين? الاتش اف. بعد كده رقم اربعة. افترض سلاسة طلاب سلاسة عوامل مؤسرة في قوة الربط الهايدروجيني. العامل الاول قالك ان الزاوية ما بين الربط الهايدروجيني والربط القطبية لنفس الجزئة. دي بيقول لك تأثر في الربط الهايدروجيني. العامل التاني قالك ايه? قالك عدد ازواق الالكترونيات الارتباط في الزرة المركزية. عدد الازواق. اللي بيأثر في الربط الهايدروجيني. العامل هو اللي بيقول كده. العامل التالي بيقول لك ان الفريف السليبية القربية من الهايدروجين وازدارة الاخرى المرتبطة بها. مين العامل الصح? طبعا. ازدوا من الربط الهايدروجيني والربط القطبية ده. طبعا من العامل بتأثر على رابطة الهيدروجينية. والفرق في السريبير القرابية من العامل اللي بتأثر على رابطة الهيدروجينية. العامل الاول والتالت. اما العامل التاني لا ده ما ديش دعوة به. رقم خمسة. طقع العناصر النقط في الدورة الثالثة. في من الاية من اختيارات الاياتية تعبر عن التدرج الصحية في درجة انسهار هذه العناصر. من اللي بيعبر عن التدرج الصحية. لو احنا جينا نشوف. درجة انسهار يبقى بتاعت الصفة الفل الزي. يبقى بتاعت مين الصفة? مين الفل الزي. فلو جيت شفت معي. هتلاقي ان الكلور ده بيبقى التجابة بتاعه بسالب واحد. ماشي? الكلور ممكن يبقى بسالب اتنين. الاس اي هتلاقيه بمجابة اربعة. الام بجي بمجابة اتنين. دي التكافؤات. دي عدد الالكترونات اللي هي ممكن بتحصل تفقد او تكتسم. فلو بسيت احنا قلنا كل ما هيزيد عدد التكافؤ كل عدد التكافؤ رابط في الاي في الخاص الفيل ازاي? خدي بارك انا كنت بتكلم على الفيل ازاي. يبقى طبعا القلور لازم يكون اقل واحد. يبقى المغرس يوم غلط والسيلكون غلط. لازم كلور يكون اهل لوحد. كلور كبريد طبعا. هل بقى السيليكون ولا مغنيسيوم من الاول? بتعندك السيليكون في اربع الكترونات تكافؤ والمغنيسيوم في اتنين. وان كل ما يزيد عدد الكترونات التكافؤ كل ما يزيد قوة رابط الفيلزية كل ما يزيد درجة الانصهار. يبقى السيليكون اقوى من المغنيسيوم في درجة الانصهار. عشان كده اختار رقم ايه? عشان كده اختار رقم ايه? رقم ايه. طب في رقم ستة. الشكل بين المقابل ودح درجات انصهار عدد عناصر من بينها السوديوم. اي من الحروف الموضحة بالشكل تعبر عن عنصر السوديوم. طبعا السوديوم مش قليل قوي. يعني مش هيبقى ايه ولا بيه. السوديوم هيبقى مين? سي. السوديوم هيبقى سي. عشان السوديوم يبقى ايه? متوسط شوية. ولا هو عالي او ولا هو متخفض او. السوديوم هيبقى ايه يا شباب? هيبقى سي. عشان ولا هو عالي او ولا متخفض او. ده عدد جده رقم سبعة. ايه من الاشكال الاتية تعبر عن ست جزيئات من اتش اف مرتبطة مع بعضها بروابط هيدروجين ايه? الاتش اف. قاني بالزبط. انت لو بسيت. الاتش اف. ممكن تبقى مع بعض حلقية. ممكن تبقى مع بعض ايه? حلقية. صح? دي او الاتش اف. لو بسيت عليها كده. تعالك هنشوفها على رابط الهيدروجينية بس عشان افكرك بحاجة بس تغيرها. اهو. ممكن تكون حلقية مغلقة او شبكة مفتوحة. بس ما تبقاش سلسلة او سلسلة مستقيمة. ممكن. يعني يا مدي لك كمسال ان هي حلقة مغلقة او سلسلة ايه? سلسلة مستقيمة. خلي بالنا بس انا بفكر لك بالحاجات اهو. ده بدي يا مستر هتبقى طبعا ممكن تبقى حلقية مغلقة او حلقية مغلقة برد. الاتنين ايه? الاتنين ايه? حلقية. هتبقى رقم دي. تبقى رقم ايه? تبقى رقم دي. بعد كده رقم تمانية. ايا من الاشكال البيانية الاتية تعبر عن العلاقة بالنصف الكتري الزري للعناصر ودرجة الانسهار. برضو هنشوف برضو كل الالكترون فيه التكافو بتاعه الاخير قد ايه? لو بصيت. هتلاقي الفوسفور بسالب تلاتة. تايس سلكون موجب اربع. الالمونيوم موجب تلاتة الماغنيسيوم موجب اتنين. طب يا ميستر. للوقت كل ما تزيت التكافو كل ما تزيت درجة الانسهار. عشان بس نبقى متفقين على دي. تاني حاجة. نصف الكتري بيزيت. وانت ماشي كده. لأ وانت ماشي كده بيقل. نصف الكتري المرسول يا شباب بيقل. يعني اكبر عنصر. هتلاقيه هو الماغنيسيوم. ده اكبر عنصر نصف الكتري الزري. يعني اكبر عنصر. فطبعا هيبقى رقم ايه? غلط. عشان اكبر عنصر من داك الالمونيوم. لا هو اكبر عنصر الماغنيسيوم. نصف الكتري الزري بيقل في الدورة. فيبقى اكبر حاجة مين? هو الماغنيسيوم. فعشان كده انا هستبعد ايه? بقى نصف بي او سي او دي. ادي الماغنيسيوم. بعده مين? بعده الالمونيوم. ايه ده? بصوص. الفوسفور قابله يبقى رقم به استبعدتة اضي الماغنسيسيوم بهي انا ماسك حاجة حاجة اول حاجة ماسك نصف القطرة الزرق. ماسك نصف القطarda الزرق نصف القطرة بيقلي في الايد في الدورة وده حاجة سهل انا عارفها هيقلي في الدورة. فهو نصف القطر الزرق كل ما تطلع لفوق كل ما هيبقى الحجم بتاعه كبير. الشان كي استبعد الالمونيوم وهنا استبعد دهين علشان الفوسفور لا انا عند الماغنيسيوم بعد كده الالمونيوم قدي الماغنيسيوم وبعد كده الالمونيوم قدي الماغنيسيوم بعد كده الالمونيوم بعد كده السيليكون بعد كده الفوسفور بعد كده السيليكون بعد كده الفوسفور يبقى لسيلة دي نجي بقى ندخل على درجة الانسهار درجة الانسهار مين الاعلى هل السيليكون ولا هل مين اعلى حاجة مفروض اعلى درجة انسهار معايا هو مين هو السيليكون يعني اللي هو اخر واحد عن ناحية دي هو السيليكون وليس الالمونيب عشان كده نختار رقم سي شوف اخر واحد عن ناحية دي هو مين الالمونيب لأ طبعا ده غلط مفروض مين هو السيليكون ليه عشان السيليكون في اربع الكترونيات في مستوى الطاقة الخارجي اخر سؤال معي رقم تسعة شكل مقابل يمثل مقطع من الكدول الدوري الحديث ايا من ازواق العناصر ايضا درجة صلابتها تساوي نص على مقياس موهس مقياس موهس نص اللي هو يعرف يتني مين طبعا هيبقى اللي هي المعناصر المبموعة ايه اللي هو واحد واتنين اللي هو مين واحد واتنين ده اللي هو يعرف ايه يتني ماشي كده شباب كده خلصنا السئلة اللي هو الدرس الرابع الباب التالت وانتش مرة جاء ان شاء الله نحل البوكلت على الباب التالت كله وشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة